قلي السمك في الحلم يدل على إصلاح المال وتنقيته من الشبهة أو استثماره ومن قال رأيت أني أقلي السمك بالدقيق في المنام فهو ينفق مالا يعود عليه أرباحا حلالا كما يدل قلي السمك بالطحين في المنام على إنفاق مال في أمر لا قيمة له حتى تصير له قيمة ومنفعة من يرغب تفسير رؤية أو حرم نرجو وضعه في التعليقات وسنقوم بتفسيره مباشرة لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا وشكرا على الدعم وقال ابن شاهين قلي السمك في المنام يدل على السفر بصحبة رجل جليل وقلي السمك الصغير في المنام يرمز إلى العداوة بين الرأي وأهله والفتنة التي تقع في بيته أو يدل حلم قلي السمك الصغير على أمل لا نفع منه وأمر يرجوه الرأي ولا يناله كما أن السمك الصغير في الحلم مكروه عموما لأن الحسك فيه أكثر من اللحم وذهب بعض مفسري الأحلام للقول أن قلي السمك في الحلم يشير إلى القلق والترقب أو المتاعب في تحصيل الرزق وكذلك كل ما يقليه الرأي بالزيت في المنام يدل على القلق والله أعلم أكل السمك المقلي في الحلم يربز إلى الرزق والأرباح بشرط أن يكون ناضجا وإخراج العظم من السمك المقلي في المنام يدل على حل المشاكل والوصول إلى تحقيق الرغبات المتعسرة أكل السمك المقلي المالح في المنام هموم وحزن ومتاعب أو هموم من جهة أصحاب السلطة وقال ابن سيرين قد يدل أكل السمك المقلي المالح في الحلم على الرزق لكن بعدما شقة وتعب أكل السمك المقلي في الحلم من غير تنظيفهم يدل على تناول أعراض الناس بالكلام أو سلب المال بالخديعة والمكر أكل السمك المقلي البارد في المنام مال يتأخر ورزق يأتي بعد أوانه وربما دل حلم أكل السمك المقلي البارد على عودة حقوق مسلوبة بعد عناء وقيل أكل السمك المقلي في الحلم إن كان الرأي فاسدا دل على الفتنة والعقوبة وإن كان مالحا دل على الخير والمنفعة والله تعالى أجل وأعلم شكرا على المتابعة